بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا صباح الخير يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين على أغلى ناس صباحكم بربحكم وشاء الله ميات نعجا في مراحكم أرجح لكم بعد غياب دام بخزك إنسومان الله غالب ركو تعرفوا البنات اللي عندها المسؤوليات ومع الاختبارات التعذاري الواحد يتممه ولا كامل ما يقاش هذا كل وقت باش يخدم فيه الحاجة اللي تكون عنده زيادة ولا يعني يا ربي نلحقوا مع هذك الشغل تعذار ومع المسؤوليات التعذاري إن شاء الله ربي وفقنا إن شاء الله ربي كامل يطرح البركة في أيامنا إن شاء الله آمين يا رب العالمين ما جيتش بيدي يا فرغين جبت لكم وصفة بزف بنين الشهر رمضان تحلية مع فطائر مع وحد العاصر بزف بنين إن شاء الله هتجربوه وتدي له لوليداتكم ويعجبكم نبدأ والفيديو تعنا كي ما راكوا تشوفوا هذا هو الروتين تعي لنهال اليوم أبدي تبلبيت تعالي البنات أنفطها كامل وستفت لهم هذك الفراش تحهم كي ما راكوا تشوفوا تصبح شوية كامل مرونة نعرف الذلال يرونو يلعبو فيها يدي سينو يقارو فيها يرقدو فيها صافي قلبوها سافر على عافل المهم خياتي انفطتها دورت فيها شوية شوية انقطتها شوية كي ما راكوا تشوفوا الهنا هذا لا تبدو نوي وليدي ما خليش فيها بستيلو راهم هبني بهذا كستيلو وين يدور يكتب يتسمى لو كان من عسوش راح يديلي كارثة في الحيطان لبنة هذا المنظف لكم تشوفوا فيه ماشي ماشي مولتيسي خفاص هذا ماشي مشاري هذا أنا خدمته في الدار دفوع ما يكونش عندك اللي بخدوة المشاريين في الدار تخدمي غير وحدك درت الهنية شوية ما شوية خل ودرت شوية ديترجنت على الماشينة على الحوايج وعطاني نتيجة بزف هايلا نمسح به كامل اللي سيخفاص نمسح به الحطب نمسح به الليتاش نمسح به اي حاجة صبت ينتاش في الحيط نمسحها راح بزف افادني هذا البخدوي قلت نبرتاجيه معاكم بلا كنتو متاني ينفعكم ماشي كامل الناس تقدر تشريلي بخدوي من بره مع هاد الغلاء اللي رانا فيه ان شاء الله ربي يكون معنا ويرفع علينا هاد الغلاء وكيما راكوا تشوفو نقيت كامل هذيك الحالة في البيت تدرت عليها كامل هادو من ضمن التنظيفات تتعى رمضان شوية نقص بالحاجة بالحاجة نحي خطرها هذا نحي البيت تدفونا نحي نخدم في الصالون شوية شوية هاكذا باش نكملهم كامل اعلى ضربة كيما اليوم تخطت البيت تعدراري انقطتها شوية مسحت كامل هذيك الابوسياخ ومسحت التاقة التاقة اللي ديما نصيبوها معمرها بالترابل نغفلو عليها هذا التواقي راح تولي كارثة تعتراب مع الغبابر وكامل لك وتعرفو جوستلها كامل بمسحب هذي الابونج قبل نحي كامل هذيك التراب الكبير وتوجور نخدم بهذاك البخودوي اللي خدمته وتلكم سهل عليها بزف هذيك البخودوي مسحتها كامل ومبعدها نجيب نشيفو ميكرو فيبخ ونبقى ندير هذيك الليبشيت ونخدم به كيما راكوا تشوفو وانا نقيتها رجعت تولول تشعل من ضمن التنظيفات ثانية ما ننسوش الكليماتيزر خطرة على خطرة ندوزو لهم هذيك المسحة نقوهم متراب وملحمة مدفوك وتعرفو يخلو هذيك الباقع يتعو يولو كامل مطلصين نقوهم خطرة على خطرة والله هنا من ضمن الاماكن اللي بزف نس ينسوهم هما لزان تيغيبتوخ واللي هما راح يعطوا نظرة ما شيم لي حك كامل كيكونوا مسخين ما نغفلوش عليهم نمسحوهم خطرة على خطرة هكذا مين راك ديري يومين ثلث ايام نمسحيهم باش ما بترصبوش عليهم الأوسخ خاكوا تعرفوا أوسخ فوق أوسخ فوق أوسخ راح تولي كارثة وعظمة وهنا يا المرة الشاطرة والمرة نقية تبان من اللي زنتي غير بتعذرها أنا هكذا نشوف وتبان من البيبان المهم اللي عندها كامل بيبان وبيوضة كما التوعيم عليها غير ما تساهمش وتعطيهم هذيك المسحة لهنا يا جيت نجوز هذيك المسحة نشيش فهكذا خفيف بركة هندى الحالة شوية نقية برك مسحت برك كما يقولوا مسحت وغير وين تشوف عينها مد المهم بعد ما نشفت الارض حطيت هذو كلية وكانت بنتي وصعتني أمي ما فهمت لهاش ولا ما فهمت لها مليح إن شاء الله نكون فهمتها هدرت على الزيوت تاع الشعر هذيك الزيت تاع الشعر اللي هدرت عليه قلت لكم راح بزاف هاي لهذاك الزيت يسموه فيولا نخلي لكم الهنانة شوفوه كيفاش يسموه فيولا أنا شيت هذ القرعة الصفرة راه هايل بنتي شعرها خفيف ميكي نديرو لها يولي بزاف شباب مام لديره ليماش لديره اسبيغة في شعرها راح يخرج لها على شعرها ويعطيها نتيجة بزاف هايلة متنظيف خياتي هنا نرجع للكوزينا باش نديرو هذ الفطيرة عندي كاس حليب دافي كاس ما دافي عندي مغرفة تاعماكلة خميرة الخبز مغرفة تاعماكلة سكر عندي ربع مغارف زيت.. وعندي الفارينا 500 قرم فارينا لمهم بالفارينا نحط بشوية الفارينا ونشوف كل واحدة ولفاغين تاحها كين فارينا اللي تشرب وكين اللي ما تشربش ودرت لهم الهناية نص مغرف ملح ومعه مغرف خل خلتهم كامل مع بعض ونعجلهم الهناية بالبيترا لي ما عندهاش البيترا نتخدم غير بيدهاري فارينا لميها برك وخليها ما تعجنها ما تدلكيها فلا نجي للم العجينة التاعين نحط الفارينا بشوية بشوية حتى نشوفها تلمت القوة متاح هذي العجينة لازم يكون شوية قطري هكذا كين ما ركو تشوفوا فيه نجي نعاون يدي بالزيت ونلم كامل هذيك العجينة التاعي ونخليها تخمر نغطيها بصاشي ونخليها تخمر هاني قلت لكم البناتاح اليوم الفيديو تاع اليوم راه بزاف طويل قلت لكم وغبت عليكم بصح ما جيتش فيديا فارغين وصامت شوية هذا الفيديو تحملوني شوية لا تنسوا ليش خياتي تحطوا لي جام وتحطوا لي كومنتر تخلوا لي اراءكم فيه اللي هنا يا جيت نوجيت فيه فطوري شوفوا انا في الكوزينة نخدم ايطاب باغ ايطاب هكذا باش نكمل ليه له وباش ننظم اروحي عندي لهنا ليزابا نقيتهم واخصلتهم دلت لهم هاذاك الخل شوية خل ماشي بزاف باسك راح تبدل لأكل اخت تحم ديروا واحد ونصم غير فابرك هكذا تعل الخل اه باش تروح لهم غير هذيك الريحات نقيتهم له الله وخليتهم يستقطروا ونقيت اه اللي ذي بتاعي وهذو كل الميعنات اللي كانوا فيه كامل بلوت جافيل كي ما نعرفوه باش ننحو هذيك الريحات علي زابا وروح تنوجد اه في الحشو اللي نديروه في الفطائر التوعي انا يا عندي اه شوية مشي بزاف واحد اه دي صون غرام ما با دي صون غرام تاع اله صدر تاع الجج قطحتو اه دي بتادي حطيتو في المقلاه يتقلها بشوية زيت معا شوية زيت وحطيت معا حبة فلفل حطيتهم معا بعض لدوء معا بعض حطيت مغرف لموطاق حطيت ملح فلفل لكحل شوية اه على راس المغرف التوابل تاع الشاورما حطيت سكن جبير وحطيت كركم قليتهم كامل معا بعض كي شفتو طاب لي هذك الجج تاعي والفلفل تاعي كي طيبو نطفي عليهم ونخليهم اعلاجيه ما بيدي العجينة تاعي راهي تخمر انا يخدمت هذك الحشو كانت عندي لاسوستومات واجدة دايما لبنت لاسوستومات نخدمها ونخليها على جهة نخدم بزيادة باش كي نسحقها باس كي ندير بزاف الفاطائر في الدار كي نسحقها نلقاها واجدة نحطها في الفريجيدر ديرو لي شوية ببرك شوية زيت وغلقوا عليها في بلارة مراح يصيرها لها والو المهم له هذك العجينة تاعي بعد ما خمرت فوق حطيت شوية فارينة مخلطة مع شوية سميد فارينة خلطتها بشوية سميد رطب وورشيت فوق البوتاجي ومبعده جيت قطحت هذك العجين التاعي كي ما راكوا تشوفوا هذ الشكل تاعه قطحته كامل وكورت هكا كويرات درت هذ الشكل تاع الكويرات انا هنا الحبة تخرجولي شوية كبار بزيادة ماذا بيكونتو ما تصغروا شوية في الحجم تاع الكويرا حت تصغروا شوية هذك الحبة لي تخدموها باش تجيكم الحبة صغيرة ديروها حوالي 40 قرام هكا 41 قرام باش تجي هذك هو في الحجم التاحات جي شابة المهم اللي هنا يجبت هذك الحبة اللولة اللي دايمن نبدأ بها هي اللولة هي اللي نعجنها اللولة نحلها هكذا بالحلال على شكل طولي هكا أوفال ونحطها في السنيوة بعد ما رشيتها بالفارينة نحلهم كامل ونستف في السنيوة قسمة قسمة ترفض لي هذك السنيوة يكونوا شوية طلعوا في الخمور بس كي هنا الخمير الجيناري خفيفة تخمر ليه ليه بعد ما شوفوا هنا يطلعوا شوية نجيل هنا هكذا بسبحتية وندير هكذا على شكل هذا الشكل هكذا شغل ثوقوب هكذا باش ما تطلع ليش في الوسط كي ما راكوا تشوفوا هكذا نشكل هذا الشكل أوفال على شكل قوارب هكذا هكذا ونبعدها نفرغ عليهم هذيك لسوس طومات نحط لهم لسوس طومات وشيز هاقه ونبعدها نزيد فوقهم هذك الحشو اللي خدمته اللي ما عندهاش صدرتها الجاج تدير الفيونداشي ولا تدير الطن ولا ما تديرش كامل دير غير هذا كل دير غير فلفل وحده وتزينه هكذا بشرائح تعل بصل وشرائح تعل تماتيش كله قدير ومقدوره المهم اللي هنا يعمرتها كامل هذوك الخبيزات التوعي ونبعدها زد لهم الفورماج رابي ملفو كي ما راكوا تشوفوا درت تقبل هذا الفخوماج شرائح قدرت لهم الفطائر كامل يحبوا الفورتاعي رام سخن على اعلى درجة قبل ما نبدأ نخدم دايما نسخن الفورتاعي نشعلوه ونخليه يسخن وننخدم ندخلهم يطيبوا على اعلى درجة اه كي نشوفهم طابولي اه تحمروا شوية اخرجهم وجوا بزف هشاش وجوا بزف بنان هذ الفطائر تقدروا تعتمدوهم للشهر رمضان عفوا الفصل واشم الفصل فصل الصيف للشهر رمضان يلا كنا ملحيين رام بزف بنان وهذا الوصفة راينات حام مئة بالمئة تقدر يديريها وعينك ام غمضين عام ليكم لهنا الفطائر تابعي بعد ما خرجتهم الفور هنا رام سخونين هذك وين خرجتهم شوفوا الشكل التاحهم كيف شجاء جوا بزف هخفاف وهشاش وجوا بزف بنان المهم الانسان لي ما يدقش الحاجة ما راحش يقتنع بوش راح نقولولو نقسم معاكم هذك الحبة شوفوا كيف شجاو يجوه الشاش وخفاف خفاف ريشة والله غير جاو خفاف ريشة نقسمها معاكم باش تشوفوها شوفوا ما شاء الله شحال جاوت خفيفة هذل لابات المهم الابنات الوصفة تاع اليوم راهم كامل مضمونين نتيجة تاحهم على الضمانتي شوفي اخدمي وعينيك مغمضين ما تقولي لا نخسر دوزان لا نخسر صوالح خدمي وعينيك مغمضين وبزف ابنان سواء الوصفة تاع الفطائر ولا الوصفة تاع التحليات اللي راح تشوفوهم او بعدها المهم الهنايا بعد ما كملنا مع هذك الفطائره جيت اللي هنايا باش نحضر هذوك اللي زابا اللي كنا نقيناهم مع بعض في المقلة حطيت شوية زيت قطعت القلب هو اللول حطيتو ومبعدازت معه الكبدة هنا عندي قلب وكبدة نقليهم بيان في هذا الزيت كي نشوفهم اتقلة ومليح نزيد عليهم حبة بصل انا عندي حبة بصل بصل هذك اللي خضر طويل قطعتو هكذا شرائح وحطيتو يتقلة معهم ونحكي لكم شعلا ريحتها اللي زابا كيفاش راهي تريح هذا ما زال كامل مدرناش ليزي بيز فيها ويمزيت لها مغرف ثوم خلطهم كامل مع بعض دايما اللي زابا هذو يحبوا اتقلية حبوا يتقلوا بالنسبة ليزي بيز درت الملح درت مغرف صغيرة تاع كروية ودرت مغرف صغيرة تاع كمون ودرت فلفل لكحل هذا وش درت فيهم هذو اللي زابا نزيد عليهم حبة طماطم صغيرة ماشي كبيرة بزف قشرتها وقطعت هذي بتادي وحطيتها عليهم وبعدها راح تضوب كامل هذو الطماطم ما راحش كامل تبان معه مويم كي يتخلطوا مع بعض راح يولوا واحد البنامي نحكي لكم شعليها نص مغرف نص مغرف تاع ماكلة طماطم مسبرة ونص مغرف تاع ماكلة كيف كيف الفلفل الحلو مدروس هذا الفلفل نخدمه انا في الدار دايما من يكون الوقت تاع الفلفل الحمر نخدمه نخدمه في الدار راح يزيد البنة في الماكلة ما تصوروش واحد البنة هي يعطيها في الأطباق كينديروه معاهم بعد ما كامل تقلقوا مع بعض زيت لهم الملح ما تنسوش هنها الملح ما كنت ما قلت لكم شو واقي له مرقت بكاس صغيور تاع الماء هذا ما كان متمرقوش بزاف فلي عندها الحار وتحب تدير الحار اكيد راح تزيد الحار تزيد لها بنا على بنا انا كومت درائري صغار ما ياكلوش الحار ما نديروش الحار اللي حبي يزيد في الطبسي تاعه ونخليها تتقل كي ما راكوا تشوفو اللي هنا يا والطيب على غرضها بعد ما اطيب لي هذوك الازابة التوعي اخر حاجة نديرها عليها هي هذيك المغرف تاع الخل هذيك المغرف تاع الخل راح يبدل لها كامل لقو تاحا تولي كي ما الكبدة المشرملة ماذا لي ما يحبوش اللي زابة جربوها بها الطريقة اكيد راح تعجبكم بعد ما اطابت هذوك هذوك اللي زابة التوعي نجوز نشوفو التحلية التاعنا اللي هي عبارة على جو هذلو جو يجي لقو تاعو كي ما داناب ولا داناو وراه يجي ثقيل ثقيل في الشكل التاعو ويجي بزف بني راح يحبوه بزف اولادكم في كسرونا حطيت نص ريتلا حليب وحطيت علبة تاع فلان غو فراز ذوق الفاراو لا تاع نص ريتلا هذوك اللي ندروها في النص ريتلا وحطيت ربع مغارف سكر نخلطهم عباط ونحطهم فوق النار حتى التغلية عادي كي ما نخدمو الفلان حتى ترفض الغلية باش نجي في الرخال الهنايا في ريسيبيون نخليها تبرد برا شوية كي نشوفها بردة تتفت ندخلها الفريجيتر كي ما نخدمو الفلان عادي ندخلوها تبرد ونخلوها حتى الوقت اللي نخدمو بها هنا بالنسبة للتحلية الثانية تبعوا معي مليح لبنات هذه التحلية الثانية عندي مغرف ونص مايزينا وعندي زست دو دغانج ودرتلو زست دو سيتخان مغرف زست دو سيتخان وعندي ثلث مغارف ونص سكر وعندي هنا باكي تعفلون بذوق الفاني لعندها بانان تدير بانان انا ما عنديش ترتغير هذا ذوق فاني ونضي لهم شوية حليب ونحركهم معا بعض قلنا مغرف ونص مايزينا ثلث مغارف ونص السكر زست دو غانج وزست دو سيتخان وزيت لهم الهنية لغام تاع البانان باش تعطيني غو بانان بعدها فرقت عليها الحليب الباقي هنا عندي نصريتلا حليب نصريتلا حليب نصريتلا حليب درت شوية بعدها كملت هذيك المصريتلا وحطيتها فوق النار ونخلط حتى تثقل وتعقد معايا كي ما راكو تشوفو ما تخلوهاش بزف فوق النار باش ما تجمدش ياسر نجيب هاد الفيغين اللي عندي نفرغ نص 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 الفيغين كي ما راكو تشوفو هنا فرقت نص اصلا هذي الكمية اللي اعطيتها لكم متعمر لكم سيفيغين صغار و ودي اسواسوا في كسرونة واحد اخرى ندخلهم الفرجي داري يبردوا دابخ ونجي نخدم الطبقة الثانية في كسرونة حطيت مغرفون اسميزينا تكون معمرة مليح ربع مغارف سكر عندي حبة تشينة اعصرتها شوفو واش تخلج لكم عاصر هذك هو زيدو وكملو معاها الماء عبرو قس كاس فرغوها وزيدو كاس ماء واحد اخر فهمتوني الحبة تاع العاصر اعصروها وكملو عليها الماء فرغو الكاس اللي اول وبعدها زيدو الكاس الثاني تاع الماء اللي هنا جاتني لاكولر شوية بهتا اكوت عارفو المايزينا والماء يبهتو هذك الاكولر تاع الورانج زيت لهنا يا الاغوم تاع القارس والليكستخي تاع القارس شوفوا الهنا الاكولر كيفاش تبدلت نخلطهم مع بعض ونحطهم فوق النار نخلط حتى يثقال معايا هذك الخاليط ونجيب اللي فيغين تبعي بهد ما يكونوا بردو ونفرغ عليهم هذك الطبقة الثانية راي سهلا مهلا هذة التحلية وراي بزاف بنينة والله العظيم غير بزاف قراف بنينة هذة التحلية نفرغهم كامل وندخلهم الفرجيدار ونخليهم حتى يبردو الهنايا نرجعو للجوية تاعنا بعد ما برد لي هذك الخاليط اللي كنت تعال فلان اللي كنت تعال فلان تعال فلان اللي كنت نخدمناه برد يجمد كي ما راكو تشوفو نجي نفرغو الهنايا في البلندر نحطه وعندي حبايا وغت ذوق الفارولة نفرغ عليه وعندي كاس حليب ونخليط اللي خدمناه تاعنا صريت له مع حبايا وغت مع كاس حليب ونحطهم في البلندر يتميكسوا كامل مع بعض اللي ما عندهش بلندر شوفي خبطيهم غير بالبغاميكسوغ غير بالبغاميكسوغ خبطيهم حتى ينساجموا مع بعضهم ونتحصلوا على واحد جو رائع قلتلكم اكيد ذرالي سغاكي رح يشربوه رح يحجبهم بزف يجي ما بينلقو تعاليا وخت ما بينلقو تعالداو تحبو تديرو غو فرس تحبو تديرو غو شوكولات تحبو بانان اي ذوق تحبوه ديروه بنفس المقادير ونفس الطريقة برك ليجو يختلفوا انا درت تدوق الفراز ولا تحب دير شوكولات ولا بانان ولا اي ذوق تحبوه اديرو اللي ولدتها ان شاء الله بالصحة ولا هنا فرقتوا اللي هنا في القرعة ونديروه يبرد لي في الفرجيدان لازم يبرد هذا الاجو باش يجي يكون بردين وانتولي كان الاجو كامل لازم يكونوا بردين تحلية تاعي بعد ما بردت اجبتها ونجيت نحط لها تزيين خفيف اللي هنا يا عندي هذك شرائح تاع تشينا انا بحب برك تاع وحدة تاع تشينا درت هذيك التحلية نحيت منها هذوك اللي غندل قبل ومبعدها اعصرتها وقلت لكم زي انتهب هذوك الشرائح تاع تشينا وهوليكم اللي هنا يا الشكل النهائي تاع الطاولة تاعي تقدروا تعتمدوها هذو الوصفات لشهر رمضان ان شاء الله تديروهم طاولة بسيطة بمقادير بسيطة درت هذي لاسوب تاع الخضر مع العدس الأحمر احنا ناكلوا بزف الخضر في الدار وناكلوا بزف لاسوب لذا تشوفوا بزف عندي لاسوب في الدار قدمت معاها هذو كل فطائر لكم تشوفوا فيهم قلت لكم شكل التاحم شوية جا كبير اللي تحب تدير شكل شباب تصغر برك في الوزن التاحم نوهاوليكم الهنا هذو اللي جو تاعي شوفوا كيفاش يجي تقيل يجي ما شاء الله شوفوا قسمه سييت باش نوري لكم لا تكستيغ تاعو ما بانتش المهم كي تجربوه راح تشوفوا الذوق تاعو وتشوفوا النتيجة التاعو قلت لكم هذو كليزابا حطيتهم معا الروز روز عادي طيبتو وحطيت معا هذو كليزابا رفقتهم معاه وهي التحلية التاعي شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي الشكل التاحا بزفر عاقي والذوق التاحا ما نحكي لكم شاعله شوفوا ما شاء الله شاء الله شاهدكم في الجنة شاء الله تجربو هذو الوصفات ويعجبوكم انا مبقى ليغنقلكم نتلاقوا في فيديو جديد مع وصفات جديدة وهيا بارتاج بارتاج باش تطلع شوية القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتو وبركاتو وبركاتو